موسيقى وقام المتظاهرين أشبه بالبرصة سباق الأرقام هذا أثار تساؤلات حسابية قبل أن تكون سياسية فاستشهد البعض بجوجل إرث وعلى غير العادة أصدرت شركة جوجل تصريحا يتنصل من هذه الادعاءات جميع الإحصاءات التي نسبت إلينا سواء فيما يتعلق بتظاهرات 30 من يونيو الماضي أو التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي هي إحصاءات وهمية وبعيدا عن الخوض في أعداد المتظاهرين حول محللون ومختصون ومواقع إعلامية غربية توظيف تقنية جوجل إرث ليس في حصر الأعداد ولكن في قياس المساحات وبالتالي قدرة الشوارع والميادين على استيعاب المتظاهرين وجد هؤلاء أن مساحة ميدان التحرير لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 53 ألف متر مربع وبتوسيع المساحة لتشمل الميدان وكل الشوارع المحيطة به وصولا إلى جسر السادس من أكتوبر وجسر قصر النيل فإنها لن تتجاوز 130 ألف متر مربع لتتسع لحوالي 516 ألف شخص بمعدل أربعة أشخاص في المتر المربع وفقا للمعايير العالمية ميدان آخر شهد الحشود وهو محيط القصر الرئاسي في الاتحادية إلا احتشد أمامه الألاف على طول بلغ حوالي 1400 متر وبعرض بلغ 45 متران ما يعني مساحة إجمالية قدرها 63 ألف متر مربع كما كانت هناك مظاهرة أخرى شمال القصر على مساحة تبلغ حوالي 9 ألف متر مربع ما يعني ارتفاع المساحة المتاحة في محيط قصر الاتحادية بأكمله إلى 72 ألف متر مربع تتسع لحوالي 300 ألف شخص في أعلى تقدير وبالتالي فإن مجموعة متظاهر الثلاثين من يونيو في أكبر تجمعين جرى الاستشهاد بهما يتجاوز بقليل 800 ألف متظاهر أي أقل من مليون على مساحة إجمالية قدرها نحو 200 ألف متر مربع إذن 100 ألف متر مربع وهي ما تعادل 60% من مساحة الحرم المكي أحد أكبر ميادين الاحتشاد في العالم خصوصا في ذروة موسم الحج فمساحة المسجد الحرام بما فيها مساحة مختلف الطوابق بحسب تقديرات رسمية سعودية تقدر الآن بحوالي 360 ألف متر مربع تستوعب في أقصى تقدير للسلطات السعودية نفسها مليونا وربع المليون في أوقات الاحتشاد التام إذن مساحة الحرم تستوعب مليونا وربع المليون مصلي بينما مساحة ميدان التحرير ومحيط الاتحادية التي تجوزت 200 ألف متر مربع فتستوعب أكثر من 800 ألف شخص أي أقل من مليون متظاهر يقول الباحثون عن حقيقة مجرى صحيح أن محافظات أخرى شهدت أيضا مظاهرات إلا أنهم يجزمون بأن المظاهرات الرئيسية الكبرى جرت في التحرير والاتحادية في القاهرة التي يسكنها أصلا نحو خمس سكان مصر بعملية حسابية أخرى خمس سكان مصر وهو عدد سكان القاهرة تقريبا خرج منهم ما يقل عن المليون ولو أن كثافة الاحتشاد كانت ذاتها في كافة المحافظات الأخرى لتوصلنا إلى نتيجة تقول إن حوالي أربعة ملايين شخص في أقصى تقدير خرجوا في تظاهرات الثلاثين من يونيو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر